رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقسل قضيبية صباح اليوم وعقب الجلسة أدل سعادة الدكتور ياسر بن أيسا الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي رحب مجلس الوزراء بمنح صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر درع العمل التنموي من جامعة الدول العربي ونيابة عن المجلس فقد رفع سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء خالص التهاني والتبركات إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على هذا التكريم المستحق تقديرا وعرفانا للإسهامات الكبيرة لسموه في المجال التنموي ولدوره الرائد في التحديث الشامل والنهضة الحضارية والتنمية المستدامة على مختلف الأصعدة وقد أرجع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الفضل في هذا التكريم إلى شعب البحرين الذي جعل بلده بعزمه وهمته عنوانا للتنمية ورمزا للإزدهار بقيادة حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى موجها سموه الشكر والتقديل لجامعة الدول العربية على هذا التكريم الذي يبعث على الفخر والاعتزاز بعدها رحب مجلس الوزراء بالزيارات التي قام وسيقوم بها إلى مملكة البحرين بدعوة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى عدد من أصحاب الفخامة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة حيث رحب المجلس بزيارة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة وفخامة الرئيس رودريغو دويتري رئيس جمهورية الفلبين الصديقة ورأى المجلس أن توالي زيارات قادة الدول إلى مملكة البحرين تكتسب أهمية استراتيجية وذات دلالات خاصة تعكس عمق العلاقات الراسخة مع هذه الدول وثقل مملكة البحرين بقيادة جلالة العاهل المفدى عربيا وإقليميا ودوليا وبعدها أدان مجلس الوزراء بشدة حادثي التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا كنيسة مارغرغيس بمدينة طنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأقدم المجلس خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا ولذوي الضحايا متمنيا الشفاء للمصابين وأكد مجلس الوزراء أن الإرهاب الأسود لن ينجح أبدا في النيل من قوة الوحدة الوطنية في مصر ولن يؤثر على روح التسامح والتعايش الذي يتحل به الشعب المصري وسيتخيب آماله في زرع بذور الفتنة والطائفية لما يمتاز به الشعب المصري من وعي وتلاحم مؤكدا المجلس تضامن مملكة البحرين ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا في مواجهة مثل هذه الجرائم الإرهابية النكراء المحرمة دينيا والمرفوضة إنسانيا بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المعنية إلى المراجعة المستمرة والتحديث المنتظم للبيانات والتقييم الدوري للخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين بما يتيح للمستثمر في البحرين والراغبين في الاستثمار في المملكة الإطلاع والدراية بصورة مستمرة ومحدثة بالخدمات والمميزة والتسهيلات والحوافز والمجالات الواعدة للاستثمار في المملكة بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشأنها ما يلي أولا بحث مجلس الوزراء مشاريع بقوانين أساسية لتطوير آلية العدالة الجنائية وسرعة الفصل في المنازعات المدنية والتجارية وذلك على النحو التالي تسهيلا للإجراءات القضائية والإسراع في فضل المنازعات أمام القضاء بالأخذ بالأنظمة الحديثة للتقاضي واعتماد التكنولوجيا المتطورة في قاعات المحاكم بما يكفل إدارة الوقت إدارة سليمة والحيلولة دون إطالة أمد التقاضي فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن أهم ملامح التعديل إنشاء مكتب لتحضير الدعوة وتهيئتها يسمى بمكتب إدارة الدعوة وأن يكون للمحضر المحرر إكترونيا ذات الحجية المقررة للمستند الرسمي وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971 إلى مجلس النواب بفق الإجراءات الدستورية والقانونية على أن تسترد الحكومة مشروع قانون المعروض حاليا أمام السلطة التشريعية المرفوق بالمرسوم الملكي رقم 88 لسنة 2008 ليحل محله مشروع القانون الجديد أعلى والذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بعدها بحث مجلس الوزراء مشروع القانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أهم ملامحه أن يجيز للقاضي أن يقضي أو يأمر بعقوبات بديلة بدلا من العقوبات الأصلية وهي الحبس والسجن وذلك وفقا لشروط وضوابط نص عليها مشروع القانون بحيث يكون لهذه العقوبات البديلة ذات الأثر السالب للحرية وتتيح في ذات الوقت تهيئة سبل إعادة اندماج المحكوم عليهم في المجتمع وحال المجلس إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانونية مشروع القانون أعلى الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحث مجلس الوزراء مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحماية من سوء المعاملة يحل محل قانون الأحداث المعمول به حاليا ووفق مشروع القانون الجديد تنشأ محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل وتختص بالفصل في الجرائم التي تختص بها المحاكم الجنائية وذلك بالنسبة للأطفال ما بين 15 إلى 18 سنة ويتبنى مشروع القانون الجديد مصلحة الطفل وتقديمها إلى ما عداها من اعتبارات ويستحدث تدابير غير تقليدية تتوخى عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية ويعالج بالإضافة إلى المساءلة الجنائية حماية الطفل من سوء المعاملة وأحال المجلس إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحماية من سوء المعاملة والذي تضمنته المذكر المرفوع لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ثانيا وفق مجلس الوزراء على استحداث نشاط جديد ضمن أنشطة النقل البري يسمح للشركات والأفراد المرخص لهم بمزاولة نشاط سيارات الأجرى وسيارات الأجرى تحت الطلب بالعمل مع الشركات التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في أنشطة النقل العام وأحال المجلس إلى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية مشروع قرار بتعديل لائحة ترخيص أنشطة النقل العام الصادر بالقرار رقم 11 لسنة 2015 والذي تضمنته المذكر المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات ثالثا وفق مجلس الوزراء على التوقيع على أربع مذكرات تفاهم وثلاث برامج تنفيذية خلال الاجتماع المقبل للجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الكويت وتشمل مذكرات التفاهم مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية والتعاون في مجال الأسواق المركزية والشعبية وفي مجال التجارة الإلكترونية والتعاون بين هيئة الكهرباء والماء ووزارة الكهرباء والماء الكويتية أما البرامج التنفيذية فهي في مجالات التربية والتعليم والثقافة والفنون وحماية البيئة والتي تضمنتها المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الخارجية رابعا وفق مجلس الوزراء على التوقيع على البروتوكول المعدة لاتفاقية تجنب الازدواج الضربي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين والذي تضمنته المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من معالي وزير المالية خامسا وفق مجلس الوزراء على البروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 29 من أغسطس عام 1992 والمعدلة بالبروتوكول الموقع بين البلدين في 15 ديسمبر 2003 سادسا حال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعين بقانون مشفوع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله الأول مصاغ في ظوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام قانون الطفل والثاني مصاغ في ظوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس النواب بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب